السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج ازاي كو عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتا النهاردة بازن الله نستعرض على حضرتكو ازاي تعملوا عملية تعريف لاي طبعة اتش بي حتى لو ما كانش معاك قرس التعريف لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تتابع معايا الفيديو لنهاية الخطوة الاولانية اللي احنا هنعملها ان احنا نفتح المتصفح بتاعنا ونيجي في خانة البحث اللي فوق اضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو كمان كده ونضغط على انتر هتفتح معنا الصفحة بتاع دعم اه اتش بي زي ما حدوك شايف كده هنا لو انت كنت حايل بتعرف طبعة او كمبيوتر او كمبيوتر سطح مكتب او اي جهاز انتشاريه من شركة اتش بي طيب الخطوة اللي بعد كده حضرتك لازم تكون مجهز اسم الطبعة اللي انت هتقوم بتعرفها انا هنا الطبعة اللي انا بدور على تعريف ليها هي اتش بي ديسك جيت ستة عشرين عشرين لازم تبقى كاتب الاسم بتاع الطبعة تحتك بصورة سليمة لانك لو كتبته خطأ مش هتوصل للتعريف الصحيح من شركة اتش بي طيب وبعد كده اضغط على اللي هو الطابعات تمام كده وانتظر لحديث ما الصفحة تحمل هتفتح معايا الصفحة بالصورة دية هنيجي هنا في خانة البحس نضع اللي هو اسم الطابعة بتاعي لصق طبعا باكد مرة تانية لازم حضرتك تكون كاتب الاسم صحيح وبعد كده هو هيزهر لك الطبعة بتاعتك فتبدأ تضغط على اتش بي ديسك جيت ستة وعشرين عشرين هيبدأ يعمل لك على طول عملية بحس هننتظر لحديث ما تظهر معانا الطبعة الخاصة بنا زي ما هتبقى شايف كده هو ظهرت الطبعة وهو على طول حدد لك نظام التشغيل اللي انت شغال به هنيجي ننزل هنا على اللي هي الخانة اللي بعديها نجيب حاجة اسمها اللي هي البرامج وبرنامج التشغيل للتثبيت نضغط عليه تمام كده هبدأ اخد اللي هو البرنامج وبرنامج التشغيل الكامل تمام هنوصل للتعريف بتاعنا هبدأ اضغط على تنزيل هنتظر لحديث ما عملية التنزيل تتم زي ما هتبقى شايف كده هقفل بقى صفحة مش محتاجة بتاع اتش بي ده الملف بتاع التحميل او ملف تعريف بتاع الطبعة هنتظر طبعا لحين انتهاء تحميله وارجع لحضراتكم مرة تانية بعد الانتهاء من تحميل الملف هي يظهر معايا بالصورة ديت في الوقت اللي هوت لازم حضرتك توصل الطبعة بتاعتها اللي هو وفي نفس الوقت توصلها بالطبعة الكهربائية انا هوصل الطبعة بتاحتي تمام كده هوت ويكون انا موصلها بالكهرباء هبدأ اقف على الملف اللي هو بتاع التعريف اعمل عليه واعمل عليه عملية تشغيل كما سقول فانتظر لحظات هقول له طبعا نعم تمام كده هوت وهننتظر لحديث ما تبدأ عملية تعريف الطبعة طبعا الطبعة اللي احنا بنعرفها ديت هي طبعة اسمها تلاتة في واحد هي عبارة عن قال الطبعة وفي نفس الوقت ماكين التصوير وفي نفس الوقت فيها اسكنار ان شاء الله بإذن الله هنعرف كل القطع اللي موجودة في هذه الطبعة لحظات بسيطة طبعا لحديث ما الملف يتم فك الضغط عنه طبعا زي ما حضرتك شايف كده هو بيقول لي هنا جاري استخراج الملفات اللي هو في ملف التعريف هننتظر طبعا لحين الانتهاء من الاستخراج تابع معي الفيديو طبعا كده فكينا ضغط الملف بالكامل هننتظر لحديث ما برنامج التعريف يبدأ يشتغل معانا على جهاز الكمبيوتر زي ما حضرتك شايف كده عملية استطاب بتاع الطبعة بدأت تظهر معي هو هنا هيبدأ يحمل بعض من الملفات كل ده انت كل اللي هتعمله بس تنتظر هنبدأ نضغط على كلمة متابعة تمام وننتظر لحديث ما البرنامج يبدأ في العمل هو بيقول لي طبعا انت هنا هتوصل الجهاز بتاعك يو اس تي بي طبعا في الاول لازم توصله عن طريق كابل اليو اس تي بي فاضغط عليه تمام كده وهنتظر تمام هو بيقول لي ان انا تم العصور على اعدادات الشبكة اللاسلكية طبعا الطبعة دي فيها يعني فيها ان انت ممكن تشتغل من غير الكابل فانا هضغط اقول له نعم وضغط اقول التالي عشان يتم تثبيت الشبكة بالمرة يبا انا عملت اعداد اه يو اس بي وفي نفس الوقت الاتصال بالشبكة اللاسلكية هنترك البرنامج لحديث ما يكمل تثبيت التعريفات زي ما حدرك شايف هنا بيقول لي ان هو جاري حفظ اعدادات الشبكة اللاسلكية طبعا بيقول لي تم تكوين اتصال شبكة الكمبيوتر الحالية لديك مع ايقاف تشغيل ميزة مشاركة الجهاز قد يمنع هذا الاعداد الكمبيوتر لديك من استخدام اجهزة متصلة بالشبكة مثل جهاز اتش بي للحصول على شبكة موصدقة بها فان تكوين الشبكة الموصد بها وتشغيل ميزة مشاركة الجهاز هل ترغب في تشغيل ميزة مشاركة الجهاز الان هقول له نعم كمان هيبدأ يبحث عن الاجهزة هيبدأ يثبت اللي هو الشبكة هننتظر طبعا اغلب الاجهزة الحديثة او الطبعات الحديثة فيها اتصال آآ وايرليس طبعا ده بيسهل عليك كتير انت ممكن تطبع بدون استخدام الكابل زي ما حضرتك شايف كده ظهرت معي اللي هو الطبعة لسطح المكتب اللي هو اتش بي ستة وعشرين الفين وستمية هننتظر لحديث ما يتم تثبيت وهوري لحضرتك ازاي هشغل اللي هو اللي موجود على الطبعة ونتأكد من اعدادات الشبكة اللاسلكية ان هي متصلة لان الطبعة دي فيها امكانية ان انت تطبع عن طريق تطبيق موجود على الهاتف بتاعك واغلب الطبعات الحديثة فيها نفس الكلام ده زي ما حضرتك شايف كده بيقولي الاعداد اللاسلكي باتصال آآ يو اس تي بي تمام بيقولي تم اكمال الاعداد يمكنك تشغيل الجهاز لاسكيا آآ بيقولي ازل كابل اليو اس تي بي آآ ثم انكر على التالي ده وقت انا لازم افصل الكابل بتاع اليو اس تي بي من الطبعة عشان اشغل الطبعة آآ وايرلس فصلت طبعا الكابل اضغط على التالي تمام كده هو هيبدأ يعمل عملية آآ تنظيف لملفات الاعدادات اللي البرنامج يستخدمها وبدواتي اصبح مش في احتياج ليها تمام هو بيقولي آآ عمليات اعداد جهاز اتش بي هننتظر لحد ما العدد ينتهي زي ما حضراك شايف كده هيبدأ يقولي تثبيت اللي هي الخراطيش والاوراق حضراك هتبدأ تركب خراطيش الحبر في قلب الطبعة بتاحتك والجهز الورق اللي هتستخدمه في الطبعة تضغط على تمام زي ما حضراك شايف كده اكتملت الاعداد تهنينة اللي قد اكتملت عملية اعداد الطبعة هبدأ اضغط على انهاء طيب انا عايز اتأكد من الطبعة بتاحت شغالة هيبدأ اضغط على الايكونة بتاع الطبعة تمام كده وننتظر الحديد ما تفتح معنا هتظهر معي بالصورة دية هو بيقولي جاري استعادة المعلومات من الجهاز لحظات بسيطة طبعا انا في الوقت ده مش من مصطة للكابلة باليو اس تي بي هبدأ هوصله باليو اس تي بي لو انا حابب يعني تمام كده هتظهر معي الطبيعة بالصورة دية ابدأ اتأكد من هي شغالة فابدأ اه اجرب اللي هو الماسح الضوئي تمام واضغط على مسح مستند وانتظر لحديد ماعداد الاسكنر يبدأ على الطبعة بتاحته لحظات بسيطة طبعا اعداد الاسكنر هيبدأ يظهر معي بالصورة دية هو بيقولي انت عايز تحفظ الملف اللي انت هتعمله عملية مسح ضوئي اه كملف بي دي اف ولا جي بي جي تمام كده ولا ارسال الى البريد الالكتروني تمام كده فانا هقول له لا احفظه لي جي بي جي وهنعمل تجربة بسيطة كده عشان نوري لحضرتك ان الطابعة تعمل بكفاءة ابدأ عمل عملية مسح ضوئي هو بيقولي هنا جاري المسح ضوئي هنتظر طبعا الطابعة بدأ صوتها اه بيسمعو هننتظر لما نشوف اه نتيجة المسح ضوئي للطبعة عشان نتأكد من احنا ثبتناها بصورة صحيحة زي ما حضرتك شايف كده ظهرت اه صورة للملف اللي احنا عملنا له مسح ضوئي تمام كده هوت زي ما حضرتك شايف يبقى عملية التسبيت تمت بنجاح لو حضرتك حابة تحفظ الملف ده تبدأ تضغط على حفز وتبدأ يتحدد له المكان اللي انت هتحفظه فيه على الكمبيوتر بتاعك فانا اقول له حفز على سطح المكتب هبدأ هقفل اللي هو اعدادات الماسح الضوئي تمام هو هنا بيقول ان الصورة تم حفزها بنجاح على سطح المكتب هو كاتب لي عليها اسمها اسكان هقفل هرجع مرة تانية للطبعة عشان هنتأكد من اه تفعيل الوضع اللي هو الوايرلس كمان زي ما حضرتك شايف كده ظهر معي خيارين بيقول انت عايز تشغلها اتصال ولا اتصال شبكة اه لو انا هشغلها اتصال شبكة بلازم حضرتك في الوقت ده تفصل كابل اليو سي بي وده اللي انا هعمل ادوقتي هفصل كابل بتاع اليو سي بي واضغط على موافقة زي ما حضرتك شايف كده فتحت معي الطبعة بدون مكون موصلها بالكابل وممكن حضرتك تنفز عليها كل الحاجات اللي انت عايزها بدون استخدام الكابل وممكن حضرتك تنزل كنان تطبيق اه على الموبايل بتاعك اللي هو التطبيق بتاع الطبعة بتاع اتش بي وتقدر تطبع اه من التليفون بتاعك على الطبعة بس بشرط ان يكون الطبعة والهاتف متصلين على نفس شبكة الويرلس طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تتعامنا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة